طيب نروح بقى للنهاردة يوم الخميس أو قيمة قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الأسيوية للدورين الأول والتاني حيث هتقام النسخة طبعا نحن عارفين نسخة كأس العالم اللي جاي دي استثنائية وأول مرة تبقى بالشكل اللي هو 64 منتخب اللي هي تبقى في أمريكا وكندا والمكسيك والنسخة دي التصفيات بتاعتها هتبقى مختلفة تعتبر القرعة دي من ضمن التصفيات الأسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027 يعني هم بيعملوا قرعة لكأس أسيا مع كأس العالم الكأس أسيا طبعا هتبقى في السعودية أقيمت طبعا ذلك في مقر الاتحاد الأسيوي بالعاصمة الماليزية كوالا لنبور وكان الاتحاد الأسيوي أغرى تعديلات على نظام التصفيات وطبعا تمتلك قرعة أسيا 8 مقاعد ونص في نهايات كأس العالم بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم طبعا زي مورة الحضراتكم لـ 48 منتخب القرارات كلها سيكون عندها المشكلة بتاعت إن أنت الجاي ده أول مرة بتشكل ده وأول مرة يبقى فيه عدد منتخبات كبير من كل قرارة زي ما حركوا شافين معنا دي مباريات الدور الأول في تصفيات كأس العالم المنظر اللي معنا على الشاشة ده هنشوفها مع بعض هو الشاشة أفغانستان ومنغوليا طبعا فيه منتخبات إحنا ما بنشوفهاش لا في كأس العالم ولا في طورة أسيا مالضيف وبنجرديش السنغافورة أوبام اليمن وسيري لانكا مينمار وماكاو كامبوديا وباكستان ومنتخبات ما بنشوفهاش يعني غير في المنظفات اللي هي في الأول خالص ولازم يبقى كأس العالم مئة فريقة عشان حد من دول يخش زي ما حضراتكم شايفين يوم بقية الجدول الصين وتيابي الصين تيابي وتيمر ريبست بص زي ما حضراتكم شايفين يعني دي الجدول اللي معنا الجديد ده دي المجموعات المجموعة الأولى والتانية والتالتة هو ده الدور الثاني في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم واللي هيبقى منها برضو أيضا المؤهلة لبطولة أسيا فبالتالي هي نظام مختلف في السنة دي وليه شكل مختلف وهيبقى كل القرارات على فكرة بنشوف لأول مرة حاجات فيها لأن المقاعد زادت في كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات فبالتالي أنتو قدام فرصة أن نحن نشوف عدد مبارات أكبر وهنشوف فرق لأول مرة بتشوفها في التصفيات يعني فاهم أنت برضو مش متابع كل الفرق دي كل قرارة فيها الفرق المشهورة اللي بتروح منها نكاس العالم عندنا سيرويا فيها هكتور كوبر وكتر فيها كيروش فيه مدربين من المدربين اللي عدوا علينا في مصر كتير في أقارة أسيا المراضي أعتقد التصفيات ده تبقوها جدا وفيه منتخبات مجهزة يعني فيه منتخبات مجهزة بنية تحتية للمنتخباتها من أول منتخبات الناشئين والكلام ده كله طبعاً الأرعى دي مختلفة زي ما قلت لحضراتكم خلال عام 2024 هيتم تقسيم المجموعات وكل الكلام ده كله وهنشوف بقى أرعى لكاس العالم اللي جاي بشكل مختلف تماماً هيتأهل أول فرقين من كل مجموعة لكاس العالم مباشرة لكاس العالم مش بقى زي الفترة اللي فاتت دي نقعد نلعب في مطشات تانية وعلى فكرة في أفروكيا برضو هيبقى فيه بشكل مختلف زي ما حضراتكم شفتوا وتابعة القرعة اللي فاتت وقرعة منتخب مصر مرضو موجودة منتخبات في المتناول وهيبقى صعب أن منتخب مصر ما يتأهلش كاس العالم بعدد تسع منتخبات متأهلين من أفروكيا صعبة جداً دي فبالتالي نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في أسيا كلها ونتمنى التوفيق أيضاً في المنتخبات العربية اللي عندها فرص قوية المرة دي عندنا فرص قوية جداً لمنتخبات العربية كتير في كاس العالم اللي جاي نتمنى أن نستغل هذا